وسط الإساءات المتكررة إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم يتساءل كثيرون عن دور المسلمين في الرد والدفاع عن دينهم ورسولهم وهل يكتفون بالاحتجاج والتظاهر والمقاطعة أم أن هناك خيارات أخرى يقول الداعية الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي إن من يعبدون الأشياء والتمثيل والحيوانات من بقر وفئران وغيرها من دون الله لم يروا من أمة الإسلام محمدا في أخلاقهم ولا في سلوكهم حتى يرتدعوا عن الإساءة أضاف خلال لقاء تلفزيوني لو رأوا الإسلام الحقيقي يمشي على أقدام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي ربط على مليار ونصف إنسان لنزوى كل مسيء في جحره وتابع إذن فإن الأمر ليس بالمظاهرات ولا بالكلمات ولا بالشتائم كما أن الشعوب تهتم بالدولار والأموال ربما أكثر من الدين وتخاف كثيرا من الشح الاقتصادي وقلة الموارد وهنا يأتي دور المقاطعة ثم استدرك قائلا والقضية ليست قضية مقاطعة فقط وإنما علينا أن نبدأ في تصنيع ما نستورده من هذه الدول ونعمل ما نحتاج إليه من مهن وصناعات وكما يقال من لم يكن رغيفه من فأسه لم يكن رأيه من رأسه إذن هذه كلمة لي الدكتور عمر عبد الكافي ودعوى للمقاطعة ودعوى أيضا للعمل وتصنيع ما يتم استيراده من تلك الدول التي تسيء للإسلام والمسلمين حتى يكون للمقاطعة جدوى فهناك البديل والبديل يكون محليا موسيقى